نبقى مع اليوم السابع وهذا العنوان لجنة إدارة أمال الأخوان تتسلم الأصول المتحفظ عليها لإدارتها في التفاصيل أعلنت مصادر رفيعة المستوى أن لجنة إدارة أصول وممتلكات أمال جماعة الأخوان بدأت في استلام الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكينات الإرهابية المصادر أضافت أن حجم الأمال والممتلكات المتحفظ عليها تجاوز ستين مليار جنيه معظمها أراضي وشركات مستشفيات شقق فيلات مملوكة لجماعة وقيادات الإخوان